اختتمت مسالي ومنافسات فئة الأساتذة للحزامين البني والأسود في النسخة الخامسة عشر من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي جيجيسو والتي تقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد أنهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في مبادلة أرينا بمدينة زايد رياضية بمشاركة سبعة آلاف لاعب ولعبا من مئة وسبع وعشرين دولة حول العالم واشتعلت المدرجات بالتشجيع من الجماهير التي احتشدت على ضوء الأداء المتميز لنجوم الحزامين البني والأسود وخصوصا لاعبي ولاعبات أمريكا الجنوبية بما يتمت تعون به من عناصر القوة والمهارة والخبرة وقدموا لمحات فنية رائعة على بساط البطولة الأقوى عالميا